بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلتي الأستاذ الشريف الشريف بمشيئة الله رح نستكمل معكم دروس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي اليوم بمشيئة الله هو امتداد للدرس الماضي تتذكرون يا أبطال؟ بارك الله فيكم تابع الضرب في عشرة الدرس الماضي أخذنا الأمثلة أخذنا تدريبات اليوم سنكمل بمشيئة الله بقية التدريبات نستذكر مع بعض يا أبطال فكرة الدرس إيجاد ناتج الضرب في العدد عشرة نتذكر كذلك هذا الاستعداد مع بعض يا أبطال وقلنا أن محمد رأى أثناء سيره على الشاطئ مجموعة لآثار أقدام صح ولا لا يا أبطال أزواج من الأقدام كل زوج به عشرة أصابع كم رأى محمد من إصبع فاستعرضناها كذلك يا أبطال من خلال هذه الأمثلة قلنا أنه باستخدام الأنماط نستطيع أن نصل إلى الحل صح ولا لا يا أبطال في الضرب في العشرة الأنماط من أسهل الطرق اللي راح توصلنا للإجابة كما نتذكر قلنا هو كأنني أد عشرات كل مرة أزود عشرة فأقول عشرة عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة صح ولا لا يا أبطال بارك الله فيكم كل مرة نزود عشرة وتذكرنا كذلك يا أبطال أنه من الأشياء الملاحظات اللي ممكن تساعدك في الوصول لإجابة العدد نفسه ناحظه العشرة مضربة في كم؟ في الواحد هنا عشرة مضربة في الاثنان عشرون مضربة في الثلاثة ثلاثون مضربة في الأربعة أربعون مضربة في الخمسة خمسون وكذلك إذا ضربنا في الستة كم يكون؟ ستون في السبعة سبعون في الثمانية ثمانون في التسعة تسعون في العشرة مئة بارك الله فيكم سهلة أسعدكم الله طيب خلونا نمسح يا أبطال وننتقل كذلك لإستعراض هذا المثال اللي أخذناه كذلك قلنا لو استخدمنا خط الأعداد نستطيع أن نقفز عشرات صح أو لا؟ ثلاثة ضرب عشرة معناها أني سأقفز ثلاث مرات كل مرة عشرة صح أو لا؟ لاحظوا في خط الأعداد هنا يا أبطال قفزنا كم مرة؟ مرة مرتين ثلاث مرات كل مرة قفزنا كم؟ عشرة فنقول عشرة عشرون ثلاثون صح أو لا؟ يا أبطال بارك الله فيكم طيب استعرضناها استعراضا سريعا الآن نبدأ بحل التدريبات معا يا أبطال جاهزين؟ الله يزيق يكون معي لأنه هذه الحصة الثانية بهذا الدرس فأنا راح أقرأ لكم السؤال نستوضح الأفكار الرئيسية وأسأترك لكم مجالة حلونا يا أبطال بارك الله فيكم بعدها راح نحل مع بعض ونعلق مع بعض على بعض الأفكار التي راح تكون مدينة في السؤال طيب بسم الله نقرأ السؤال مع بعض يا أبطال أجد ناتج الضغط مستعملا للأنمار أو النماذج إلى إذا لزم الأمر طيب سؤال رقم 11 يا أبطال سؤال لفظي ماذا نحتاج فيه يا أبطال أحتاج دائما أن يطبق الخطوات الأربع حتى أحله وأتأكد من إجابتي أو الخطوة ما هي أفهم ماذا أفهم يا أبطال أفهم السؤال ماذا أعطاني فيه وماذا يريد مني يلا نأخذ القلم نبدأ قراءة متعنية في حديقة الحيوان خمس زرافات إذن في حديقة الحيوان خمس زرافات هذه المعلومة الأولى وعشر بطات وعشر بطات إذن في حديقة الحيوان خمس زرافات وعشر بطات كم رجلا للزرافات والبطات معا هذا هو المطلوب صح ولا لا كم رجلا للزرافات والبطات معا طيب يا أبطال فهمنا السؤال نبغى نعرف عدد أرجل جميع الزرافات والبطات في هذه الحديقة لدينا خمس زرافات وعشر بطات سهلا أو صعبة سهلا طيب كيف نحلها يا أبطال نأتي مرحلة ثانية تخطيط نخطط نضعنا خطة مناسبة طيب يا أبطال يلا عشان نحلها ناس معرف عدد أرجل الزرافة كم عدد أرجل الزرافة يا أبطال ممتازين للزرافة أربعة قوائم صح أو لا يا أبطال بارك الله فيكم الزرافة الوحدة لديها أربعة قوائم طيب يا أبطال كم لدينا من زرافة خمس زرافات كل زرافة من هذه الزرافات لديها أربعة قوائم إذن عشان أوجد عدد أرجل الزرافات أحتاج أني أضرب عدد الزرافات في عدد قوائم أو عدد أرجل الزرافة الواحدة فنقول ماذا يا أبطال خمسة مضروبة في كم في أربعة صح أو لا لا بهذه سنجد عدد أرجل الزرافة طيب كذلك البطات كم عدد أرجل البطات يا أبطال البطة لديها رجلان بارك الله فيكم إذن يا أبطال لدينا عشر بطات كل بطة لديها رجلان إذن نستطيع نقول عشر بطات مضروبة في إثنان راح نجد عدد أرجل البطات طيب يا أبطال كم رجلا للزرافات والبطات معا إذن إذا عرفت عدد أرجل الزرافات وعرفت عدد أرجل البطات وش أسوي فيها يا أبطال نجمعها صح أو لا بارك الله فيكم إذن الآن سأترككم تحلوني يا أبطال أبعطيكم برهة من الزمن بسيطة خمسة ضرب أربعة كم ناتجها وكذلك عشرة ضرب اثنين كم ناتجها راح نعرفها بعد ذلك نجمعها مع بعض راح نعرف عدد الأرجل للبطات والزرافات جميعا صح أو لا يا أبطال يلا بارك الله فيكم تفضلوا يا أبطال هيا يا أبطال وصلتوا للناتج بارك الله فيكم خمسة ضرب أربعة كم يا أبطال عشرون بارك الله فيكم ممتازين من يقول لي كيف وصلنا للناتج عندنا الطرق كثيرة إما تكرار الجمع تنقول الأربعة جمعناها كم مرة خمس مرات أربعة زايد أربعة زايد أربعة زايد أربعة زايد أربعة صح أو لا لا أو عدد قفزي أربعات كم مرة قفز خمس مرات فأقول أربعة تمانية كل مرة قفز أربعة إثنى عشر ستة عشر عشرون صح أو لا لا وصلنا للإجابة كذلك نستطيع نستخدم النماذج نستطيع نستخدم كذلك الرسم كذلك الأنماط صح أو لا يا أبطال بارك الله فيكم إذن وصلنا لها طيب أشرة ضرب اثنين يا أبطال اللي هي أرجل البطال ممتازين الله يسعدكم عشرون كذلك كيف وصلنا لها؟ إما بالعد قفزي عشرات سنقول عشرة عشرون أو تكرار الجمع عشرة زايد عشرة كم يا أبطال؟ عشرون بارك الله فيكم إذن يا أبطال عرفنا أن عدد أرجل الزرافات عشرون وعدد أرجل البطات كم عشرون طيب يا أبطال الله يسعدكم الآن كم عدد أرجل الزرافات والبطات معنا؟ محكاك نسوي يا أبطال؟ نقول عدد أرجل البطات 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 كم عدد أرجلها؟ عشرون مضافا إليه عدد أرجل الزرافات كم عدد أرجل الزرافات يا أبطال؟ كذلك عشرون على مثل زايد لا ننساها طيب عشرون زايد عشرون يا أبطال كم؟ ممتازين الله يسعدكم أربعون صح ولا لا؟ إذن نكتب هنا أربعون وهو إجابة سؤالنا يا أبطال سهلة أو صعبة؟ بارك الله فيكم طيب هل خلصنا؟ بقينا خطوة أخيرة لا ننساها أتحقق من حلي كيف أتحقق من حلي يا أبطال؟ ممتازين أعيد الحل بطريقة أخرى صح ولا لا يا أبطال؟ إذن يا أبطال الآن عشرون زايد عشرون خلونا نجمعها عشرات هذه عشر عشرون وهذه عشر عشرون اللي هي عدد أرجل البطات وهنا الزرافات يلا عشر سايدا عشر عشرون سايدا عشر ثلاثون سايدا عشر أربعون بارك الله فيكم سهلا ولا صعبة؟ أسعدكم الله طيب خلونا نمسح يا مبدعين وننتقل إلى سؤال آخر أسعدكم الله طيب بارك الله فيكم نأخذ القلم والآن ونقرأ هذا السؤال جيدا يقول استعمل الرسم البياني المجاور في حل المسائل من سؤال إثنى عشر إلى سؤال أربعة عشر طيب هذا هو الرسم البياني اللي راح نستخدمها يا أبطال لدينا السؤال إثنى عشر يقول كم ريالا مع الأولاد الأربعة؟ خلونا أول شيء نقرأ هذا الرسم البياني مع بعض يلا يا أبطال نجي هنا هنا مكتوب عدد الأوراق النقدية من فئة عشر ريالات وهنا الطلاب الأربعة محمد علي سالم حسن محمد مع سبعة سبعة ماذا يا أبطال؟ سبعة أوراق نقدية من فئة كم؟ من فئة لحظوها من فئة عشر ريالات طيب علي كم معه؟ علي معه ثلاثة ثلاث أوراق نقدية من فئة عشرة طيب سالم يا أبطال مبدعين مع ثمان أوراق نقدية من فئة عشرة طيب حسن مبدعين مع تسعة أوراق سهلة واضحة الآن الأفكار قرأناها يلا خلونا نجيب على السؤال رقم 12 يا أبطال كم ريالا مع الأولاد الأربعة كيف أقدر أحلها يا أبطال شرايكم هل نقول 7 زائد 3 زائد 8 زائد 9 مبدعين لا هذه عدد الأوراق النقدية صح ولا لا إذن لازم أعرف كم ريالا مع كل واحد منهم طيب محمد معه سبعة أوراق نقدية من فئة عشرة كم يكون معه يا أبطال مبدعين الله يسعدكم إذن لدى محمد كم سبعون صح ولا لا سبعة أوراق نقدية من فئة عشرة فلدينا هذه السبعة أوراق يلا نعد قفزيا كم يا أبطال عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون إذن لديه سبعون طيب علي يا أبطال لديه ثلاثة أوراق نقدية من فئة عشرة كم لديه من المال عشرة عشرون ثلاثون إذن لديه ثلاثون بارك الله فيكم طيب سالم يا أبطال لديه ثمان أوراق نقدية كم يكون معه ممتازين ثمانية أوراق نقدية يلا عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون إذن نكتب هنا يا أبطال لدى سالم ثمانون ريالا طيب يا أبطال حسن كم لديه ممتازين تسع أوراق نقدية إذن لديه كم تسعون ريالا بارك الله فيكم الله يسعدكم طيب يقول كم ريالا مع الأولاد الأربعة إذن نجمع هذه المبالغ سبعون زائد ثلاثون زائد ثمانون زائد تسعون صح ولا لا يا أبطال فنقول يا أبطال إجابتنا ستكون كالتالي سبعون سائدا ثلاثون زائدا ثمانون زائدا تسعون صح ولا لا بارك الله فيكم طيب لازم دائما إذا جيت أجمع مجموعة أعداد نتذكر في الصف الثاني وكذلك في الفصل الدراسي السابق كنا دائما إذا نجمع ثلاثة أعداد أو أربعة أعداد دائما أبحث عن أعداد إما تكمل لي مجموعة معينة تكمل لي عشرة أو أجموعات متشابهة صح ولا لا فما بالك أنه عندي أعداد سهلة أستطيع أن نكون مئة صح ولا لا مثل ما كنا نكون عشرة نستطيع أن نكون مئة من يقول لي يا أبطال سبعين زائد ثلاثين كم وممتازين سبعين وبضيف عليها سبعين أضعها في ذيني ثلاثين في يدي بعتبر كل أصبح بعشرة كم يا أبطال يلا ثمانون بعد السبعون كم ثمانون عالتصاعدي تسعون مئة إذن وصلنا مئة طيب المئة راح أضيف عليها ثمانين هيا أبطال كم تصبح مئة وثمانون ممتازين يا أبطال مئة وثمانون راح أضيف عليها تسعين وين العدد الكبير مئة وثمانون طاع في ذيني وتسعون في يدي طيب ماذا يأتي بعد المئة وثمانون عد عشرات بنعد عشرات لا ننسى تصاعدياً بعد المئة وثمانون مئة وتسعون مئتان مئتان وعشرة مئتان وعشرون مئتان وثلاثون مئتان واربعون مئتان وخمسون مئتان وستون مئتان وسبعون إذن يا أبطال مجموع ما لدى الطلاب الأربعة أو الأولاد الأربعة هو مئتان وسبعون ريالاً سهلاً ولا صعباً يا أبطال سهلاً بارك الله فيكم لكن لازم ننظم حلنا ونقرأ جيداً طيب خلونا نروح سؤال رقم ثلاثة عشر يقول أقارن بين عدد النقود التي مع حسن وعدد النقود التي مع علي مستعملاً علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي إذن نبغى نقارن بين ما مع حسن من نقود وما مع علي يا أبطال كم مع حسن يا أبطال حسن لديه تسعين صح ولا لا طيب علي كم لديه لديه ثلاثين من الأكبر من اللي لديه نقود أكثر حسن بارك الله فيكم إذن نقول يا أبطال حسن لديه أكثر صح ولا لا بنضع علامة أكبر منه من من يا أبطال من علي صح ولا لا طيب أنا أجي الآن حسن كم معه دعونا الآن باستبدل الأسماء بالمبالغ حسن لديه كم يا أبطال يلا بارك الله فيكم نقول لي تسعون ممتازين إذن نقول تسعون أكبر من علي كم لديه ثلاثون إذن نستبدل اسم علي بالمبلغ الذي لديه ثلاثون إذن عرفنا أن التسعون أكبر من الثلاثون سهل أو لا صعبة مبدعين الله يسعدكم يلا ننتقل إلى سؤال رقم 14 ما الفرق بين أقل عدد من النقود وأكبر عدد منها ما الفرق بين أكبر عدد من النقود وأقل عدد كيف نحل هذه كيف نستطيع ممتازين نبغى نحدد أكبر عدد من النقود مع من يا أبطال ممتازين مع حسن أكبر عدد من النقود مع حسن كم لديه لديه تسعون طيب أقل عدد منه علي ثلاثون طيب السؤال يقول لك ما الفرق إذن مش ألقه وش العملية اللي نستخدمها جمع ولا طرح ولا ضرب وش رأيكم طرح ممتازين إذن راح أطرح يا أبطال ما مع علي من ما مع حسن حسن كم لديه لديه تسعون أطرح منها كم اللي مع علي كم ثلاثون إذن قول تسعون مطروحا منها ثلاثون كم يكون الناتج يا أبطال يلا طرح نبدأ تنازليا ضع التسعون في ذهنك وهذه الثلاثون وببدأ أعدع التنازلي ولكن عشرات تسعون نزل منها عشرة كم تسير ثمانون نزل منها عشرة سبعون نزل منها عشرة كم تكون يا أبطال مبدعين الله يسعدكم ستون يا أبطال إذن كم الفرق بينها ستون يا أبطال سهلة أو صعبة أسعدكم الله طيب سمحوا لي أمسح وأنتقل إلى السؤال التالي سؤال مسأل مهارات التفكير العليا هنا نحتاج نفكر فقط نقرأ السؤال بتأني لا نستعجل ونفكر ونجد الجواب أنه سهل جدا يلا يا أبطال مع بعض أحدد جملة الضرب الخطأ فيما يأتي هنا مجموعة جمل أربع جمل واحدة منها خطأ صح ولا لا يقولك حددها طيب يا أبطال خلونا نجي للأولى نناقشها مع بعض واحد ضرب عشرة يساوي اثنين ضرب خمسة ما رأيكم هنا معنى التساوي وشو معناها أن عملية الضرب اللي على يمين لابد يكون ناتج ضربها مساوي اللي على يسار واحد ضرب عشرة كم يا أبطال عشرة ممتازين طيب هل تساوي خمسة ضرب اثنين خمسة ضرب اثنين كم يا أبطال عشرة كذلك إذن القيمتين متساوية صح ولا لا إذن هذه هل هي خطأ أم صح صحيحة بارك الله فيكم إذن عرفتوا كيف نحلها يا أبطال بنناقش الثلاثة الباقية بنفس الطريقة يلا جاهزين يا أبطال أبواكم أنتم اللي يجاوبوا معي يلا اثنين ضرب ستة هنا كم ناتجها يا أبطال اثنين ضرب ستة اثنى عشر ممتازين يا مبدعين طيب نروح للعملية اللي على اليسار ثلاثة ضرب أربعة كم تساوي مبدعين الله يسعدكم كذلك اثنى عشر إذن نفس القيمة يا أبطال إذن علامة التساوي صحيحة نقول العملية هذه صحيحة وليس الخطأ نروح للي بعدها خمسة ضرب أربعة كم يا أبطال مبدعين الله يسعدكم كم عشرون نكتب عشرون هنا طيب عشر ضرب اثنان كم يا أبطال مبدعين عشرون كذلك أسعدكم الله سهلة أو صعبة طيب ناتج الضرب في كل العمليتين وتساوي إذن عملية التساوي محققة فنقول هذه كذلك العبارة صحيحة ننتقل للعبارة الأخيرة واحد ضرب خمسة كم يا أبطال مبدعين خمسة بارك الله فيكم طيب العملية الثانية واحد ضرب عشرة كم عشرة ممتازين الله يسعدكم هل خمسة مساوية للعشرة لا لا تساويها إذن هذه العملية هي الخطأ صح ولا لا إذن جملة الضرب في هذه العمليتين خاطئة صح ولا لا يا أبطال لأنها لا تتساوي ناتج ضرب واحد ضرب خمسة مختلف عن ناتج ضرب واحد ضرب عشرة سهل أو لا صعبة يا أبطال أسعدكم الله طيب سمعوا لي أمسح وننتقل إلى الأسئلة التالية هذه أسئلة مراجعة سريعة تراكمية لما سبق راح نبدأ نحلها مع بعض بشكل سريع أي مما يلي يستعمل لإيجاد عدد الأصابع في يدك ورجليك ها يا أبطال يقول لك الآن لدي مجموعة خيارات أو أربع خيارات يقول لك أي العمليات التالية هو تمثل مجموع أصابع أيديك وأرجلك كم عدد أصابع أيدينا وأرجنا هنا خمسة وهنا خمسة ورجل اليمين بها خمسة أصابع ورجل اليسار بها خمسة أصابع صح ولا لا طيب كم لدي من طرف أربعة أطراف واحد اثنان ثلاثة أربعة وكل طرف من هذه الأطراف به خمسة أصابع صح ولا لا إذن شو رأيكم أي العمليات هذه الصحيحة ألف أو باء أو جيم أو دال ها يا أبطال ممتازين نستخدم عملية الضرب لدينا أربعة أطراف بكل طرف خمسة أصابع فنقول خمسة ضرب أربعة صح ولا لا يا أبطال خمسة ضرب أربعة هي الإجابة الصحيحة هل نقول طرح لا ليس الطرح هل نقول جمع خمسة زائد أربعة تسعة هل مجموع أصابعي كلها أيدي الأيادي والأرجل تسعة خطأ كذلك أربعة زائد خمسة إجابة خاطئة بارك الله فيكم ننتقل السؤال اللي بعده أحدد العدد الذي يجعل الجملة العددية التالية صحيحة يلا يا أبطال جاهزين لحظوا معي إثنى عشر زائد ثمانية تساوي عدد مفقود رح نضربه في الثنين كيف أقدر أحل هذه من يقول لي ممتازين يا أبطال نبدأ بالعملية الأولى إثنى عشر زائد ثمانية كم هنا عملية جمع نتبهوا يا أبطال كم ناتجها عشرون إذن هذه العملية ناتجها عشرون طيب يا أبطال ما هو العدد اللي رح نضعه في المربع هذا لو ضربناه في الثنين رح يكون الناتج عشرون لماذا عشرون لأن هنا علامة تساوي لا بد تكون العبارة اللي على اليمين مساوية للعبارة اللي على اليسار صح ولا لا يا أبطال ممتازين الله يسعدكم ها ما هو العدد اللي أضربه في الثنين ويكون الناتج عشرون يا أبطال هل هو خمسة أم تسعة أم ثمانية أم عشرة ما رأيكم خلونا نجرب كذا خيار سريع قبل ما تفكرون لو قلنا خمسة هل هو إجابة صحيحة أو لا خمسة ضرب اثنين كم عشرة إذن إجابة غير صحيحة لأننا نبغى الجواب يكون عشرين نبحث عن غيره يلا يا أبطال وين الجواب الصحيح ممتازين الله يسعدكم الجواب الصحيح هو دال عشرة لأن عشرة ضرب اثنين كم تساوي عشرون صح ولا لا مبدعين الله يسعدكم طيب خلوني نمسح وننتقل للأسئلة التالية يا أبطال بارك الله فيكم أجد ناتج الضرب يلا بشكل سريع تسعة ضرب خمسة يا أبطال كم تسعة ضرب خمسة هاي يا أبطال مبدعين يفترض حفظنا الجدول الخمسة صح ولا لا بارك الله فيكم إذن تسعة ضرب خمسة كم خمسة واربعين ممتازين كيف أقدر أحلها إما بتكرار الجم بارك الله فيكم أجمع الخمسة مع نفسها كم مرة تسع مرات صح ولا لا أو بالعدة القفزي خمسات نمط كم مرة تسع مرات خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون أربعون خمسة واربعون تسع مرات إذن الإجابة هي خمسة واربعون بارك الله فيكم ننتقل للسؤال اللي بعدها سبعة ضرب خمسة يا أبطال كم يكون الناتج هاي مبدعين الخمسة بضربها في نفسها أو بجمعها مع نفسها كم مرة سبع مرات مبدعين الله يسعدكم خمسة وثلاثون صح ولا لا أسعدكم الله طيب السؤال اللي بعدها أربع ضرب خمسة كررناه هذا اليوم كثيرا هذا السؤال هاي كم ممتازين يساوي عشرون دائماً حاول نحفظ مع التدريبات كل من حل التدريب حاول نحفظه لأنه راح يتكرر لنا بشكل أو بآخر صح أو لا طيب خلونا نقرأ سؤال 22 إذا كان سعر تذكرة الدخول حديقة الحيوان هو ست ريالات للكبار وأربع ريالات للصغار هذا سعر التذكرة ست ريالات للكبار وأربع ريالات للصغار فما ثمن هنا يبدأ يطلب يا أبطال فما ثمن تذكرتين للكبار وتذكرة واحدة للصغار ما رأيكم؟ يقول لك سعر تذكرة الدخول للكبار في هذه الحديقة ست ريالات للكبار وأربع ريالات للصغار يقول لك ما ثمن تذكرتين للكبار وتذكرة واحدة للصغار أنا بشتري تذكرتين للكبار وتذكرة واحدة للصغار كم راح أدفع يا أبطال ممتازين كيف نبدأ نحلها؟ نوجد قيمة التذاكر الخاصة بالكبار وكذلك قيمة التذاكر الخاصة بالصغار كم لدي من تذكرة للكبار تذكرتين كم ثمن التذكرة الواحدة للكبار ست ريالات مبدعين يا أبطال إذن لو قلت اثنين نضرب ستة راح أجد ناتج أو عفوا ثمن تذاكر الكبار كم يا أبطال اثنين ضرب ستة اثنى عشر مبدعين يا أبطال طيب تذكرة واحدة للصغار نضربها كم ثمنها كم ثمن التذكرة هذه اللي للصغار أربع ريالات واحد ضرب أربعة كم يساوي يا أبطال أربعة ممتازين يا أبطال طيب أبغى ثمن التذاكر تذكرتين الكبار وتذكرة للصغار وشي سأوي الآن مبدعين أجمع جميع نتائج الضرب اللي أمامي اللي هي تذاكر الكبار وتذكرة الصغار فأقول اثنى عشر مضافا إليها تذكرة صغار كم أربعة كم تساوي يا أبطال مبدعين ستة عشر الله يسعدكم سهل أو الله صعبة يا أبطال بارك الله فيكم طيب اسمحوا لي أمسح وننتقل لهذا السؤال بحل معكم الأول يا أبطال وسأترك لكم الثاني تدربون عليه لأنه بسيط يقول اكتب جملة الضرب المناسبة لكل من الشبكات التالية ثم أوجد ناتج الضرب يلا يا أبطال سؤال ثلاثة وعشرين عشان أكتب جملة الضرب وشحتاج يا أبطال أعرف عدد الصفوف كم عدد الصفوف يا أبطال واحد اثنان ثلاثة أربعة لدينا أربعة صفوف طيب نضربا في كم كم عدد القطع في الصف الواحد واحدة اثنتان ثلاثة كم يا أبطال ثلاثة إذا نقول أربعة ضرب ثلاثة كم تساوي يا أبطال إذا حفظنا جدول الضرب مباشرة سنقول اثنى عشر ولكن كذلك نستطيع نعد عدد القطع فسنجد أنه اثنى عشر كذلك نستطيع نستخدم جمع المكرر أو كذلك العدد القفز بارك الله فيكم اثنى عشر سعلا طيب فستطيعون نرحل السؤال اللي بعده بنفس الطريقة مبدعين الله يسعدكم طيب اسمحوا ليمسح وننتقل إلى ختام درسنا لهذا اليوم اليوم في هذه الحصة والحصة السابقة تعلمنا كيف نوجد ناتج الضرب في العدد عشرة كذلك يا أبطال سأترك لكم هذا الواجب تحلونا بارك الله فيكم وراح ناقش معكم بداية الحصة القادمة إلى هنا لكون وصلنا إلى رسالة الختام وهذه الرسالة موجهة لك عزيزي ولي الأمر عزيزتي ولية الأمر مادة الرياضيات مادة مهارات لا يكفي مجرد الفهم لا بد أن يتلو هذا الفهم تدريب مستمر لذلك أضع بين أيديكم عبر الكيو آر كود والرمز الذي أمامكم كتاب مصادر المعلم للإنشطة هذا الكتاب يحتوي على حزمة كبيرة من التدريبات مقسمة على أربع مسويات المستوى الأول لعادة التعلم ويقدم لك تدريبات مختلفة عما جاءت في الكتاب بعد أن يتمها ابننا الطالبة وابنتنا الطالبة ننتقل إلى المستوى الآخر وهو تدريب المهارات وهذه التدريبات موازية لتدريبات الكتاب بعد أن يتمها ننتقل إلى التدريبات أو تدريبات حل المسألة هنا مسائل لفظية تحتاج من خلالها إلى تنمية مهارات مهارة فهم المقروء وكذلك تطبيق الخطوات الأربع لحل المسألة بعد أن ننتقل إلى المستوى الأخير التدريبات الإترائية والتي من خلالها ننمي مهارات التفكير العليا لدى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات إلى هنا نصل إلى ختام درسنا لهذا اليوم كان معكم معلمكم السابع علي إحطاني ورافقني في لغة الإشارة زميلتي للسادة شريف الشريف تقبلوا فائق التحية والاحترام في أمان الله